وجهت منسقة الشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة في العراق ليزا جراند خلال مؤتمر صحفي في بغداد وجهت نداء إلى الدول المانحة للتبرع بسخاء لملايين الأشخاص في العراق الذين يعانون جراء الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية بعد نزوح دام لأكثر من عام ونصف أطلقت الأمم المتحدة في بغداد نداء إلى الدول المانحة للحصول على 861 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأكثر من ثلاثة ملايين نازح داخل البلاد لكن بعض نواب البرلمان يشككون في أن تفلح المبادرة بحل أزمة النازحين لا توجد بوادر لحدا لكن ما نتمنى أن تكون نوايا صادقة وأن تكون الخطط عندما توضع من الحكومة ومن الجهات الدولية بمستوى المطلوب وسبق للعراق أن طالب الأمم المتحدة رسميا بالتدخل لحل أزمة النازحين التي تتفاقم جراء الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالبلاد نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميا فيما تزداد أعداد النازحين يوميا مع تواصل الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في مناطق غرب العراق وشماله ترجمة نانسي قنقر